في بطولة بقى اللي هي كاس العامل الانديل اللي احنا عارفنا اللي هتلاعب 2025 تعال اشرح لك الحكاية بتاعتها عشان فيها تفاصيل كثيرة مهمة جدا يلا بنا تقسم الفرق ال 32 اللي هم هيشاركوا في كاس العامل الانديل 2025 على 8 مجموعات كل مجموعة تضم 4 فرق يتأهل اول فريقين في كل مجموعة لدور ال 16 وتقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة حتى النهاية وما فيش مباراة لتحديد المركز الثالث والرابع ده الايه؟ النظام بتاع البطولة بالمناسبة البطولة غالبا هتقام في الصيف في شهر 6 وكاس الامم الافريقية غالبا هيقام في الصيف في شهر 6 في نفس العام 2025 طيب لو ده حصل لو ده حصل الوحيد اللي هتضرر في هذا الامر اقول لكم من بدر الكصة دي عشان دي هتبقى كارسة ممكن تواجه النادي الاهدي الوحيد اللي هتضرر في هذا الامر هيبقى النادي الاهدي ممكن تلاقي كاس الامر الافريقية لازق في كاس العامل الاندية ممكن تلاقي مباراة دخلة بعضها تمام؟ هيجي اتحاد دولي يقول لك ايه؟ مش مشكلة ما هو الفرق الاوروبية بتلعب من غير اللي عابتها الافارقة في كاس الامر الافريقية فيلعبوا كاس العامل الاندية عادي تمام؟ بس الفرق الاوروبية او الفرق بتاعة امريكا امريكا التلاقي مش هيبها تلاقي عندها افارقة اصلا فرق اوروبا هتلاقي واحد ولا اتنين تيجي بقى عند النادي الاهلي هتلاقي الفرقة كلها مع منتخب مصر طيب الاهلي غالبا الوحيد المتضرر في الحكاية دي حتى فرق المغرب يعني منتخب المغرب كله محترفين بالكتير قوي ممكن واحد أو اتنين من وداد والرجاء مثلا يعني مثلا فمن بدر كده الاهلي يتحرك مع الكاف مع الفيفا يشوفوا الكصة دي عشان لو المعدين دخلوا في بعض ودي احنا لدينا تجارب كتير في الكصة دي والاهلي عانى والاهلي عانى في كصة انه يبقى فيه بطولة شغالة وكاسة عامل عندها يشتغل عانى في هذا الامر من قبل فبدري بدري غالبا البطولتين هيكموا في وقت واحد عشان المغرب تصر فوز الاكشة بيصر ان البطولة تبقى في الصيف البطولة الافريكية تبقى في الصيف في شهر 6 البطولة هتنظمها المغرب عشان هو شايف انه المغرب السياحة فيها بتبقى قوي في شهر 6 الناس بتبقى في الشوارع اكتر والاجواء حلوة والادارة الحرارة تبقى افضل في الصيف افضل منها في الشتاء ويدمن حضور جامعيني والناس الجاليات المغربية اللي موجودة في اوروبا تبقى موجودة فالتفاصيل الكتير هنبنتكلم عنها في وقتها بس بدري بدري كده عشان الاهلي بيتحطش في كارسة في 2025 بسرعة الاهلي محتاج يزبط ومنطفق كده الاهلي هيشارك في هذه البطولة هو الوداد وهولوكو التفاصيل مين تاني هيشارك من افريقيا وفي اربع فرقة من افريقيا الاهلي والوداد وافريقين اخرين اخرين